اشتركوا في القناة اشتغل هناك رجال اقتصاد ورجال سياسة ودخلية وامن وجيش ورئيس جمهورية ورئيس وزراء والدنيا كلها بتشتغل لمصلحة البلد ان شاء الله ياريت كل واحد فينا يسأل نفسه هم هناك بيعملوا كده احنا بنعمل ايه الناس اللي هتيجي ديت ان شاء الله يعني احنا سمعنا ان في حصل تعاقد بالفعل النهاردة مع حاجة من دبي مواني دبي الناس اللي بتشتغل هناك دي بتشتغل عشان ايه عشان هم هعملوا مصانع وحاجات وصرف الصحي وكده في شرم الشيخ لا بيعملوا عقود واتفاقيات ان شاء الله تمشي كويس عشان هيجوا اشتغلوا في البلد هشتغلوا معنا احنا معنا احنا ازاي يعني الشوارع بايزة الناس بتقصر على بعضها المرور في مشاكل كتير مرور مننا ومن الدولة يعني احنا اتنين مسؤولين عن العركة دي الشوارع مش نضيفة احنا برضو اتنين مسؤولين عن العركة دي ان اخلاقنا اتغيرت احنا برضو مسؤولين عن العركة دي كل ده لازم نسأل نفسنا الناس دي حتيجي تشتغل هنا في القاهرة في اسكندرية في طنطف ضمنهور في قصيوت في المانيا في سهد في الوحات في بورسعيد في الاسماعيلية حيتعاملوا معنا مباشرة هل احنا حنواكب اللي بيحصل ولا حنبقى بنفس الطريقة انا مش بديكوا دروس العفو انا بحتاج دوت اكتر منكو انما انا بحس ان التغيير لابد نقوم كلنا لابد يبقى فيه قومة قومة وبهمة يلا يا عمل حاج قوم قوم لان احنا بنشتغل خلي بالك كل الارقام بتقولك احنا عايزين نيرجح بس لسنة عشرة مش عايزين نكبر عن كده ده يبقى كويس اولى ورجعنا الوضع فيعني ما تفتكرش ان هيحصل رخاء هيحصل حركة الحركة دي بيقول ايه بركة فاحنا عايزين البركة دي البركة دي مش هتمل بالعقود العقود كويسة جدا ومستقبلها رائع وان شاء الله البلاد تبقى كويسة بيك وانتو مش بالعقود لان العقود دي هتتحول لايه لطوب واسمنت وظلط ومبنى ومكان ومواد خام بتتصنع وحاجات احنا بنعملها احنا الشعب يعني هما يعملوا العقود دي هجيبوا ناس من باكستاني يشتغلوا لا احنا طي يا ريت نسأل نفسنا يعني انا اسف ان بقولك كلام ده بس يا ريت لان انتو شايفين كلنا متلغبطين يعني كلنا وانا منكو يعني محتاجينش بصة كده عن نفس يعني بصة على نفسك كده ايه احنا بنعمل ايه طب الدنيا بتتغير لازم نتغير مش لازم تتغير عشان الوطن والكلام ده كويس تتغير عشان نفسك ولازم نتغير عشان حياتنا تتغير عشان حياتنا تبقى اجمل وتبقى اريح انتو مش تفتكروا زمان لما كان الواحد يطلع على الاوتوبيس يقومي للست تفتكروا زمان لما كان الواحد يتخبط في واحد ماشي انا متأسف حقك عليها عمل حقك عليها مادام دلوقتي يخبطوا في وشه ويروح شاتمه احنا مش غلطانين على فكرة هي البلد يعني ايه اه 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 حصل نوع الكابتك كتير ده يعمل انفجار فلازم احنا بقى نتعامل مع الانفجار ده احنا لازم نتعامل ازاي بص لنفسك شوية انا وانت وكله والرئيس كمان يبص لنفسه ورئيس الوزر يبص لنفسه وكل مسؤولين يبص لنفسه وقوة عتعدي خطأ ده برضو من بصك لنفسك ان انت زمان كنت تشوف حاجة قولك عمل امالي بقى والسيد اللي هو ببساطة كده عم الحج اللي هو العمدة اللي هو المقدس اللي هو ايه كبير الشارع كبير الحارة كبير الزقاء كبير اي حاجة كويس بيبقى سيد ليه عشان راجل محترم بشتغل كويس بيراعي مصالح الناس اللي حواليه مخلص عمله هو هنا يبقى سيد انما الراجل اللاعب يبتع هنقول عليه بقى كل اللي انت عايش تقول طيب احنا يعني هنتابع مؤتمر الامل زي ما انا بسميه او زي ما انت مسميين والامل مش في المؤتمر بس الامل في حياتنا احنا الامل في حياتنا احنا لو ما حسناش بالحكاية دي لو عادنا نستنى المؤتمر يعمل لنا مش هيحصل حاجة خالص لازم نحس ان احنا يبقى عندنا امل في الحياة لازم تبقى مشرق دا متفائل كل الصعوبات بتخلص كل الصعوبات اه كل الصعوبات بتخلص ولا ولا لا انت مريت بكم حاجة صعبة وحضرتك مريت بكم حاجة صعبة وعدت بتعدي بتعدي بايه بقوة البني ادم بقوة البني ادم بحواسه كلها تشتغل وربنا بيديك القوة دي يعني انا باجي لو شفتني قبل الحلقة بتلاقيني نايم وحالتك قربي يعني ضايع خالص اول موعد عالكورسي يا ابا بني ادم تاني يقولك القدريانيل بيشتغل اللي مش عارف ايه بيعمل ما عرفش ايه بيحصل ببقى واحد تاني وانا بشتغل يعني وانا بشتغل يبقى هل انت وانت بتشتغل عندك قدريانيل بشتغل وبتقى ولا بتروح بقى تكسل لانا عندك شغل تاني ولانا زروف الاقتصادية صعبة والحالة منيلة طب هنعمل ايه بقى انا كتاب ان بوصف بش بعض مش هينفع يبقى ينفع ان احنا نبتسم ونحاول نشوف ايام جديدة نحاول نبزل مجهود يا جماعة نبزل مجهود كلنا ان شاء الله ربنا يوفق رجالتنا مع الخواجات ومع العرب فانهم يكونوا يوفقوا في تقديم مشروعات مقبولة معتدلة ممكنة ويا رب نبقى احمل ان شاء الله جهزين لتنفيذة دي المشروعات اشتركوا في القناة